مباشرة في أولى فقرات الحوارية النهاردة من الأشياء الجميلة جداً والإماكن الجميلة اللي أنا كنت بحر الشخصية لما كانوا أولادي صغيرين على زيارتها باستمرار حديقة الحيوان حديقة الحيوان هي مقصد الأغنياء والفقراء على حد سواء لكل الأطفال لكل أهالي اللي عندهم أولاد يحبوا يخرجوا معاهم يتنزهوا ويفرجوهم على الحيوانات ويعرفوهم بيهم في مرحلهم الأولى من العمر الحدائق الحيوان متعددة وكتير عبر العالم لكن حديقتنا بتستقطب عدد كبير جداً منها الزوار بيقدر بمئات الألاف سنوياً وبالتالي هي مكان مهم ومقصد مهم جداً يا ترى يعني موقع حديقتنا وسط حدائق الحيوان في العالم إيه وإيه الجهود اللي بتبذل لتطويرها وإزاي اللي حافظ عليها والدعم بيجي لها منين كل دي أسئلة حنترحها النهاردة مع عضفتنا دكتورة فاطمة تمام رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان أهلا بحضرتك معنا يا فاندس دكتورة فاطمة سمحيلاً نحن نطلع تقرير بس نتكلم فيه عن حديقة الحيوان ونرجع نباشر كلامنا مع حضرك فوراً موسيقى موسيقى تعد حديقة الحيوان بمحافظة الجيزة من أكبر الحديقة العامة بمصر ويحرص على زياراتها العديد من المواطنين للتنزه لقضاء يوماً جميلاً تغيير برضو من الحياة كل يوم برضو فيه رتابة وملل وعمل يعني تغيير يوم كده برضو للنزهة للتمتع طبعاً بنجي هنا والأسرة طبعاً للتنزه هنا دخل حديقة طبعاً بنخفف عن عناء الشغل طبعاً طول الأسبوع نزهة طبعاً للأسرة ولية طبعاً موسيقى ورغم أهمية حديقة الحيوان وحرص المواطنين على زياراتها وإنها تعاني من قلة الاهتمام وافتقارها للأنواع المختلفة من الحيوانات موسيقى في قفاص فاضية وأسوأ برضو مش دخل حيوانات ولا طيور داريت نلقيها أنضف من كده وأحسن من كده فيه اهتمام شوية عن كده لأنا حسوا أن التذكرة غليت عن كنا بندفع 3 جنيه النهاردة بندفع 5 فأنا عايزة أشوف الفرق التغيير ده إيه في أنواع مثلاً زي الحيوان البندفع مش موجود خالص هنا الزرافة على الفترة طويلة حدا ما جابوا زرافة مرة تانية نتمنى أن الحيوانات تكون أكتر في الحديقة شوية عن قبل كده يعني طبعاً نجيت في سنة قبل كده برضو العملية كل ما فيه بتقل الحيوانات بتقل شوية أنا بأعلم بالزائر المصري أنه يجي يبقى مثقف مثقف يعني إيه؟ كيف على الحيوانات؟ جاي يتعلم ما يقزيش الحيوان ودي أول حاجة أنا بدور عليها نفسي فيها ده من أحلامي للجنينة من أحلامي طبعاً أن يكون فيها مجموعة من الحيوانات أكبر من كده بكتير ولكن دي حاجة عالمية مش كل جنينة تحتوي على كم كبير جداً حتى لو إحنا استعنا بأي حديقة في مصر من الحدائق اللي تبعي برضو ويتكون فيها مجموعة اللي هنا جير اللي هنا ما فيش مشكلة جي بتحصل في كل حدائق العالم حديقة الحيوان حديقة عامة يتنزه بها العديد من المواطنين ولكنه المشكوا من قلة الاهتمام القائمة بها مما يجعلهم يعرضوا عن زيارتها في المرة القادمة محمد كمال الحصاد قناة مصر الزراعية رجأنا لحضراتكم مرة تانية ودكتورة فاطمة علقت على الآخر جملة في التقليل قلت ليه كده لما قال محمد كمال زمان أنهم بيمتنعوا عن زيارتها مرة تانية ولو إنا شك لأننا بزورها كل مرة برغم أن فيه تلبيات أكيد وفيه إيجابيات لكن احنا بنعاود دائماً زيارتها عايزين نعرف بدايةً كده يعني موقعنا وسط الحدائق الحيوانات في العالم هل لنا موقع؟ هل لنا تعالينا تصنيف؟ ولا إحنا بعيد أو عن التصنيف؟ أنا هقول بس في البداية أن كلمة تصنيف هي مش موجودة كل الناس كانوا بتهيئ لها زمان كانوا بيقولوا أن الحديقة تاني حديقة في العالم أنها تاني جنينة يعني هي طبعاً نشتاني تاني من ناحية الإنشاء على النظام الإنجليزي اللي اتبنت عليه 1891 فطبعاً كانت تاني حديقة بتنشأ على النظام الفكتوري الإنجليزي بالنسبة للتصنيف إحنا ملناش هو بيحصل إيه؟ إن مثلاً زي الموقع السياحي في المملكة العربية السعودية عمل التصنيف بالنسبة إيه؟ للمساحة لأعداد الحيوانات للموقع للأقدمية فالحقيقة كان من قريب خالص من كم شهر؟ لأينا إنها حديقة حيوان الجيزة الأولى عربياً والتاسعة عشر عالمياً رقم تساعتاشر في الأعداد الكبيرة جداً في الحيوانات حديقة الحيوانات الموجودة في العالم لينا برضو ما زلنا لينا وقع ولينا مكان حديقة حيوان الجيزة ديها يعني ديها مسمى على مساوى كل الكتب اللي بنقراها وعلى كل التاريخ وكل الإنسايكلوبيديا بيقولوا عليها إيه؟ الحديقة الأم في منطقة الشرق الأوسط لأنها أقدم حديقة بني في منطقة الشرق الأوسط كلها وده طبعاً فخر دينا كلنا يعني كمان أنا عايز أقولك إنها الحديقة الوحيدة اللي موجودة في شمال أفريقيا التي ضمت مؤخراً للإتحاد الأفريقي لحديقة الحيوان يعني 2008 إتحاد الأفريقي لحديقة الحيوان وأنا بعتبر إن ده طبعاً شيء فخر كبير قوي لأن الحياة برية برية وشغل الحديقة الحيوان هو أفريقيا يعني كما هو معروف السفاري والغيبات فالحقيقة إحنا لنا مكان ولينا وضع ربما تكون زي كل مكان في مصر حصل ساعات الكيرف نزل شوية وده كل مكان في بلدنا حصل له كده لكن أعتقد إن إحنا من 2007-2008 بوضع خطط الحمد لله بدأ يبقى لنا وضع وعلاقات دولية تاني من جديد لكن هنا بيقولوا إن مواصر خرجت من الاتحاد الدولي وحدائق الحيوان في عام 2004 إذا كنا إحنا نضمنا الاتحاد الأفريقي عام 2008 وإذا كان الكيرف نزل وطلع زي ما حدقك بتقولي إيه سنة رب عدم موجودنا في الاتحاد الدولي اللي حدقك الحيوان الاتحاد الدولي هو بيقولوا عليه السوشيشان رابطة زي مثلا اتحاد الكورة اتحاد طبعا وجوده فخر بيساعدنا في حاجات كتير قوي إحنا كنا مشتركين فيه من زمان الظروف كتير حصلت زي أي حاجة زي ما قلتلك بتحصل في الدولة أسباب ما دفعناش فلوس اشتراك جم قيم ولقوا في بعض حاجات كان المفروض نعملها ما عملناهاش فالحقيقة اعتبروا أن احنا ما ينفعش نبقى معاهم في الرابطة دي لما جينا نفكر ايه هم اعترضوا علينا في ايه لأنها النقاط بسيطة جدا حاولنا نعود الرجوع ليهم تاني قالونا لازم ترجعوا للاتحاد الأول الإقليمي يدبع الأقارة اللي انتوا فيها وفعلا جم قيمونا الاتحاد الأفريقي وشافوا عندنا الجنينة قالوا اه احنا مش جنينة 100% كاملة لكن انتوا تعتبروا في حدائق الحيوان الحقيقة في نسبة عالية جدا من المتوفر فيها طرق الاعاشة للحيوانات فيه الزائر ممكن لو دخل هي حديقة بالمفهوم المعروف فالحقيقة وفقوا على طول على دخولنا على ان هما بيتابعونا كل سنة ولما بيلاقوا فيه عندنا قصور في حاجة في نقطة معينة بني بتجري نتشتغل مع بعض زي مثلا معدلات الأغزية اتغيرنا ازاي الرعاية ازاي اعاشت الحيوانات ازاي القفص بتاع الحيوان يبقى الحيوان يعيش فيه مرتاح ازاي الماضي يعطي بقى متوفرة على طول هطلنا بلونوت كتير جدا والحقيقة في حاجات الزائر مش شايفها يعني مش شايف مثلا ان انا عملت حجرة لاعداد الطعام بقى اعلى مستوى بالفريزرز بالتلاجة باللي مش عارفة بالخلطات اللي بتوضبلي المعصور والمقطع والمحطوط بشكل ايس او تلج وازاي يتقدم للحيوان على فترات مثلا البرنامج الجزائي ده محد يشايفه خالص لكن بيشوف مردوده ايه ان الحيوان صحته كويس ان الحيوان بيتكاسر ان الحيوان موجود وقدر اكمل بيه لحديقة افرقية سوريا حديقة عندي يعني في محافظة او ان انا ابادل بيه مع حديقة في العالم يعني كل ده بقى موجود ففيه بدأنا بالبنية التحتية بدأنا بحاجات كتير قوي زائر مش شايفها لكن يعني مثلا بنشتغل دلوقتي في انشاء مستشفى بطريق بنجيب لها الاجهزة التشخيص الصنار الزائر مش شايف كل ده لكن ان شاء الله مع الوقت المردوده حيبان حديقة بتقول انكم موجودين في الاتحاد الافريقي من 2008 يعني عاوزين تعرف يعني اهم الاشتراطات للتواجد في الاتحاد ده وايه المزايا اللي ممكن تمنح من توجودنا في الاتحاد زي الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي او الاتحادات دي هي فيها ميزة جميلة جدا ان انت بتعتبر عضوة ما عندهم هما بيعتبروا ان هما مسؤولين عننا بالمعنى العاجل بسيط خالص اللي هو لو انا عندي حاجة علاجية وعايزة اسأله فيها ببعتله هو بيدلني لو انا عندي ناس عايزة تتضرب هو بيجيب لي خبرة وده حصل في 2010 جاب لي 6 خبرة اتضربوا الناس اللي عندي سواء كنا اطباء او عمال اتضربوا على حاجات كتير جدا من ناحية العلاجية والتشخيصية والسلوك مع الحيوان وعلى فكرة هما شكروا جدا على فكرة في العمال حديقة حيواني ناس كتير جدا بتعترضوا بيقولك طول النهار واقف وبيندهل الحيوان وبتكلم معاه هم اعتبروا ان ده بيخرج الحيوان بيخرج الحيوان انه بيقاش وكتائب انه طول النهار الحيوان ساكت لا ده في العمل بتاعه وفي حاجة عندنا في المفهوم العلم بتقول الانيمال هيوبان ريليشنشيب اللي هي علاقة الانسان بالحيوان متمثلة في بيوتنا في القطط والكلاب لكن في الحياة البرية متمثلة في حيوان بري انه ازاي الحيوان بيفرح لما لقي العمل بتاعه جاي ازاي بيقدم له الاكل ازاي لو هي العمل بيبقى زعلان عشانه لقوها دي نجحة جدا في حديقة حيواني الجيزة واعتبروا ان الفرجة اللي بيقولوا عليها لأ دي بتعمل علاقة بتخلي الحيوان برا الاجتعب تعالى خد اللقمة دي خد كزا بتسهل كمان حكاية ان انا حط له دواء لو عايز احط دواء في اكل في خصايا فبتبقى سهلة فالحقيقة هما اسنوا جدا على العلاقة بين العامل في الحديقة وبين الحيوانين دي حاجة من الحاجات مزال الاتحاد الافريقي ان انا في نفس الوقت حضرنا للمؤتمرات وورش العمل معاهم بتفتح مجاله وكانت اخر حاجة يعني الحمد لله ادرنا بالعلاقات في المؤتمرات دي جالنا مثلا ناس من جنينة حيوانات ميونيخ خبيرة جوليا ومعهد خبير وجوما عملوا انسبيكشن او انهما جوما بصوا على الحيوانات بتاعتنا فدي برضو ميزة ان بيجوا يعني في صورة تعاون لو انتو عايزين نساعدكو او نشخصلكو حاجة او نشوف حالة او نعلمكو فالحقيقة بتبقى فيها عدة مجالات التدريب كمان الناس من عندي انا الاول مرة في تاريخ حضاق حيوان الجيزة من 1891 الكلفين اللي هما مسؤولين عن الحيوانات او الاعمال بيسافروا لجنوب افريقيا ياخدوا دورات تدريبية ويتعلموا انا هستوقف حضرتك هنا وارجع نكمل بس معنا اتصال من استاذ احمد الشربيني رئيس الجمعية المصرية لاصدقاء الحيوان اهلا بحضرتك استاذ احمد اهلا بحضرتك احمد طبعا الجمعية المصرية لاصدقاء الحيوان مهتمة بالتعامل مع الحيوان وغيره من الانشطة تقييمك لتعامل حديقة الحيوان مع الحيوانات اللي موجودة فيها وطريقة الاعاشة والتغذية والتحصينات وغيره طبعا احنا مهتمين جدا وبنتعاون واللي بنقدر نعمله اه للجنينة وللخيوانات بنعمله انما فيه طبعا تعاون فيه اه شغل مع بعض والفترين اللي في فاتب واستعه جدد الطرفات موحد بيها ده كلام سليم نتعامل معه من مدة كبيرة من زمان الجنينة طب اوجه التعاون دي ايه يا فاند فاند؟ اوجه التعاون ما بينكم ايه؟ كانت فيه كانت من كم سنة عملنا عدة برامج تدريبية للاخواننا اللي فيه برض العمال امور الرزق بالحيوان طبعا اللي هو دي رسالتنا امور الرزق بالحيوان وازاي اتعاملوا مع الحيوان كانت نجحة الى درجة كبيرة وحاليا لما بيبقى فيه حاجة في الجنينة لما يعني الدكتورة فاطمة صدت كويسة والدور بتاعها بيتعامل على يعني على اكبر واجهة وان كان فيه بعض القصور الخارج عن الارادة واللي راجع للامور المادية او نظام المال بتاعها ده ولا كلها ومنها نظام المال بتاع الجنينة ده متمثل احنا طبعا بنعذر يعني الحاجات المادية دي موجودة في كل القطاعات لكن ابرز اوجه القصور نتيجة لقلة الدعم المادي هو الدعم المادي الجنينة دلوقتي بقالها مدة صغيرة رفعوا لقيمة التذكرة ونرجو ان يغطي بعض الامور المادية من تحت نحوها العمال وتحسين الجنينة ذاتها والدورات التدريبية كثيرة اللي مفروضة انها تتعامل دلوقتي الجنينة على ما عفقت اربعة جنينة او خمسة جنينة قريبا يعني ان شاء الله نشوف تغيير كمان نتيجة زيادة الرسوم الدخول تغيير اكبر في معابلة الحيوان من اخواننا الكيبرز كيبرز العمال حراس انا بشكر حراكة سيد احمد شربيني رئيس الجامعية المصرية لأصدقاء الحيوان كنت بتكلم مع حضركة دكتورة فاطمة عن اهمية التواجد في الاتحاد قلت انهم بقدموا لكم مساندة ممكن يكون في استشارة طبية او غير متعلقة بالحيوان وايضا دورات تدريبية الحراس والكلفين وغير انا عايزة يعني نتطمن على الحالة الصحية للحيوانات متابعتها بتتم ازاي هل عندكم جهاز بيطاري كافي الرعاية دي بتتم كل قد ايه زيارات الحيوانات بتتم كل مدى قد ايه اه طبعا انا عندي مجموع من الاطباء في الحديقة دي هم طبعا ادوار مختلفة لان انت تعرفin الحديقة فيها جزء لللاحزية وجزء للوقاية والعلاج وجزء للتاحف وجزء محنطات وجزء للخدمات الحقيقة في عندي مجموع testosterone جدا من الاطباء الكثير والحيوانات والتشيور فكل مجموع من الاطباء مسؤولة عن مكان وعن شغل معين في الحديقة انا بحط برنامج وقائلية للحديقة متمثل في ان انا بدي ادوية والعلاجات كل ست شهور مثلا زي الفل وانزاتشور دي انا بدي تحصينات ليها كل ست شهور بدي تحصينات لبعض الفصائل من الحيوانات زي مثلا الكوليستريديام او يعني انواع مختلفة طبعا انا مش مجاله ان انا اتكلم فيها لكن انا عندي برنامج وقائي بحطه عندي برنامج وقائي باستمر لان شغلي اساسا في الحضاق الحيوان بيعتمد على الوقاية قبل العلاج لان طبعا انا الحيوان البردي معروف انه منعته بتاعلى قوية وبيفضل يقاوم الامراض لاخر دقيقة فكل ما يبقى حيوان صحي انا بحاول احافظ عليه بان انا بدي له برنامج وقائي من الفيتامينز والاملاح المعدنية وبراعي في الشتة المفروض اعمله ايه ادي له برامج تغذية وقاية شكلها ايه وفي الصيف بيبقى شكله ايه امراض الصيف غير امراض الشتة فكل دي طبعا انا براعيها حتى المبايت بيجي علي الشتة ببتدي اقفل المبايت عليهم هم نايمين بالليل بفرشلهم اش رز بحط الاخذية اللي ترفع المناعة زي البرتقان واليستفاندي والفكحة بتتغير من الص مثلا البطيخ والشمام والفكت الصيف غير فكت الشتة برامج وقائية ورفع مناعة في الصيف غير الشتة فطبعا الموضوع عندي كبير جدا وعلى فكرة بيراجع من الاتحاد الافريقي واحنا كمان بنرجع من اسزتنا في الجامعة وفي الكليات ومن خبرتنا احنا السابقة ومن راجعتنا للكتب ففيه برنامج كبير جدا للحيوانات والطيور كمان التكاثر انا ببقى مثلا عايزة اعرف الحيوان ده خلف السنة دي الحيوان ده ما خلفش السنة اللي بعدها عندي مثلا قصور في انتاج البيض من طائر معين الطائر ده ما بيتكاثرش زي البجع بجع قعد سنين طويلة في حضاق الحيوان لا يتكاثر بقى له دلوقتي ثلاث سنين بيدينا كميات كبيرة من طائر البجع الجميل عندنا في الجينينة والاميو والنعيم كل ده اشراف كبير جدا من الاطرقاء بيكون فيه بقى يعني محاولة معرفة الاسباب والبحث وراها ومعالجتها طبعا طيب بس بعض الناس احنا بتروح تقول ان الحيوانات سنها كبير وانها عجوزة ومكتئبة وانها يعني مش حيوانات كده يعني فيها روح وحياة احيانا ده بيرجع لإيه هل بيبقى عندنا افتقار لبعض انواع الحيوانات عبال ما بنجيب سلالات جديدة ده بيحصل يعني جاب او فرق بين التوقيت ده وده هو بالنسبة للحيوانات الحقيقة الحقيقة انا عندي فيها كتير حاجة بتعتمد على الحيوان نفسه وحاجة بتعتمد على الزئر عين الزئر مشكلتنا في مصر ان ما عندناش ثقافة الحيوان ده ايه النموذج الامثل ليه هو شكله ايه في الطبيعة او في حياته عشان اقدر اقول انه هو صحي او مش صحي يعني مثلا بيجيني الزئر ويلاقي الاسد نايم الضهر يعني بيشايف ان هو تعبان كده ما هو حق ان هو ينام الضهر عندي حيوان زي فرص النهر ما بيسحاش ولا بيفوق ولا بنشطه بيزيد الا مثلا على الساعة 11-12 الدور الفترة بتاعت الصبح دي كلها نايم على المكان اللي هو بيخرج من المياه اللي بنقول عليها الطابليطة هو نايم بيجي الزئر يلاقيه نايم يقولك تعبان صحته تعبانة هو مش بيه يعني صحته مش موجود فطبعا دي بترجع للزئر طب انا اعمل اذا كان الزئر مش مصقف للطبيعة الحيوان اساسا نيجي بعني الحيوانات هي كبيرة ولا مش كبيرة موجودة كل انواحها ولا مش موجودة زمان لغاية 40 او 50 سنة كانت الحياة البرية والحيوانات البرية لو مركب مع الدير في قناة السويس وفيها شوية حيوانات برية جاية من افريقيا كنت ممكن اخدهم وعرضهم في حضقة الحيوان لو انا عايزة اشتري من اي مكان في العالم كان الموضوع فيه سهولة ويسر لغاية لما في السبعينات اتفع العالم كله تابع الامم المتحدة وشكلوا يعني لجنة كبيرة سموها اتفاقية او وقعوا على اتفاقية اسمها اتفاقية التجارة العالمية لحماية الحيوانات البرية المهددة بالانقراض بمعنى انه جوم قاعدوا كلهم اجتمعوا لعالم كله درواج في حوالي 176 دولة في الاجتماع ده او في الاتفاقية دي قالوا ايه قالوا نشوف الحيوانات المهمة والحيوانات المش مهمة المهمة يعني ايه مهددة بالانقراض زي ايه زي التمساح النيدي اللي عندي في مصر زي السلحفة المصرية زي الشامبانزي زي الفير فمش بقدتش بسهولة ان انا اقدر احصل على هذه الحيوانات ارتفاق المتها المالية كبيرة جدا كانت الاول ببروكس التراب زي ما بيقول دلوقتي بقت بالملايين وطبعا بتخش فيها بقى الميزانية فطبعا اتفضل ساذة الحضرات تجب بس داخد التصالي عشان منتظر لقلوا شوية ساذة مونة خليل رئيسة جمعية الرحمة بالحيوان اهلا بحرركة ساذة مونة اهلا بحرركة ساذة مونة اهلا بحرركة الناس اهلا بحرركة افضل طبعا في المجتمع فقير زي مجتمعنا للاسف بعض الاصطات بتتعالى وبتقول ما نرحم الاول الانسان رحمة بالحيوان ورحمة بالحيوان احنا نهتم بالإنسان اللي هو حالته وصعبة لكن الإنسانية بتتطلب أن نعتني بالاتنين لا مانع أبدا أن نعتني إلى جنب بالإنسان والحيوان حتى الإنسان الفقير من الأيدي يعتني بالحيوان بتاعه وبيبقى رحيم به وبالتالي يعني أوضاع الرحمة بالحيوان في مصر شكلها إيه إذا مقورنت بدول العالم والله يا فهد من مسألة الرحمة من قدرش نتكلم فيها في جنة وفق لأنه مطبئنا قال على نفس إنه هو الرحمة للرحيم وأن رحمتي واتعة كل شيء إحنا عاكينا ربنا بيكترش القرآن في القرآن عقباطة فلما اكتر الشيء وشيء المسألة حد يفهم إنه لا يقصد الإنسان فقط فربنا وفف نفسه بالرحمة وربنا حسنا على الرحمة فما أقدرش أقول إن الرحمة مطبطة بجنة وفقر واللي هيكترها على جنة وفقر يتقف فقط معنى الرحمة أساسا وهو نفسه بقى ما يتبقش رحمة من حد ده أولا أوضاع الرحمة والرزق بالحيواني في مصر هي على أسوأ ما يمكن أن يكون من مستوى مقارنة بالدول الأكثر فقرا مننا والأقل تحضرا مننا واللي ما عندهاش أي إنتميان غاضف أوضاع الرزق بالحيواني العناية بالحيانات فيها أفضل من مصر أضارك السامعة في الأفسنا بكتير قوي ده بيرجع لإيه فقط؟ ده الحياة بيرجع للثقافة لعنا في المجتمع بيرجع لكلة الوعي الديني بيرجع لكلة الوعي الثقافي بيرجع إن القائنين للأسف على العناية إن حيوان في مصر ما بيروش مسألة الإرشاد والتوعية العامة القبر الكافي لها يعني أنا سمعت الجوزء الأخير من المحادي في الدكتورة فاطمة وفاطمة وعارفة إن المناس الكثير من المناس اللي قاعدت الثانين واثنين واثنين هي إزاي جنينة الحيوانات الجيسة ما تهاش ظرافة إيه المشكلة لو نبقاش عندنا ظرافة؟ إيه اللي هي نبقى جيدة؟ يعني إن إحنا يكون عندنا ظرافة؟ طب ما بص الأول لأوضاع بلين بالحيوانات إيه محتاجة إيه نبقيا؟ بدل ما احطت الثلوث دي عشان أبعى تجيب زرافة وأنا عدت أنا عندي مشكلة في الاعتماء بالحيوانات في مصر وبحضرت الحيوانات محتاجة تطوير كتير تطوير أولا للعملة اللي موجودة فيها والإمكانياتها وإمكانيات العشف الحيوانات ونوعية التغذية اللي موجودة وتدريب الأطباء والكوادر هو ده مش أول عشان أعتني بالحيوانات اللي موجودة بالساء اللي عندي جوه وبالتالي أنا ركز في اللي عندي إحنا بنتطر من إحنا بس نقول عشي إحنا الضغط الناس والضغط الضغط الناس في إيه يعني أنا عايز أعرف إيه هو النوع الضغط معاديه الضغط أنا لسه رجع من أمريكا أمريكا حديقة حيوان ماشنطن ما تحاف ضغطة إيه الأخبار ده عشي معادي هونش لما ذلك رعاية الحيوان بقى على أكمل وجه ممكن بقى الحيوانات اللي موجودة أتسلم حضرتك على إحساسي بالحصرة والألم لما شفت حجم العناية الفائقة وعدد الحيوانات الأولية اللي موجودة وأعداد العمالة والأطباء المخصصة للاعتناء بنوع نوع والمراقبة كل 60 دقيقة لكل تفاصيل الحيوانات وكتابة تقارير والمساحات المفضيعة الشاسعة المخصصة للحيوانات من طالما القرار يكون عندي حديقة حيواني يكون عندي القدرة على إن أنا أدرها بالشكل اللائف والمناسب يا بلاش طيب أنا بشكر حديقة أستاذة مونة شكرا جزيلا لحضرتك وخلينا نعرض النقاط دي كده على الدكتورة فاطمة يعني حديقة مشاركة على الرأي في إن مشكلة قوي كان يبعا عندنا زرافة في سبيل إننا نهتم ببقى الحيوانات وفي يعني إعباء كتيرة بتقع على عطقكم مهما كان مساحة الجنة فعلا كبيرة لكن برضو عدد الحيوانات أكيد المساحات لها نظام معين مساحة القفص يعني المساحات من قفص وآخر بين حيوان وسلالة أخرى من الحيوانات التغذية زي ما ذكرت الأستاذة وغيرها من الأشياء التحديات اللي بتواجهكم في تطوير الحضائق دي عشان توصلوا لمستقل المطلوب بالرحمة والرأفة بالحيوان أنا هقول لها حضرتك حاجة أولا الحيوان عشان أخش في حتة الرحمة أنا يعني الحيوان بالنسبة لنا أنا ده مش حيوان بربي عشان أدبحه ولا حيوان بربي علشان أكله أو إنه في مزرعة ده حيوان بربي عشان يعيش وعشان أنا كمان الناس كتير جدا في الجنين حوالي 600 فرد بيعتمدوا دخلهم وحياتهم على هذه الحيوانات فالرعاية هي موجودة ربما يكون زي ما بقول لحضرتك إن إحنا عم محتاجين مثلا أجهزة تشخصية محتاجين مستشفى بيطاري هي طبعا كلامها مظبوط الأستاذة مونة إن إحنا محتاجين الأجهزة حاجات دي كلها والحاجات دي عايزة فلوس دي حقيقة حكاية إنه مش لازم يبقى فيه زراف هي طبعا بتتكلمها مظبوط 100% مش كل حضائق الحيوان فيها كل أنواع الحيوانات دي معروفة على مستوى العالم دي أنا عايزة أقول لحضرتك إنه في حضائق بيتقال عليها ميني زوم الحديقة الصغيرة ودي إحنا شجنوب أفريقيا يعني الحديقة دي فيها بس عائلة القطط من أول القطط الصغيرة لغاية الأسد وما يبقاش فيها أي حيوانات تانية غير كده أو فيها المفترسات أو حديقة فيها مجموعة من الطيور فالحقيقة مش شرط إن اللي لازم يكون موجود مثلا في اسكندرية لازم يكون في القاهرة أو العكس لا فيه معروفة دي فعلا على مستوى العالم إنه مش لازم يبقى كل الحيوانات موجودة في حديقة واحدة طب هل فيه فكرة فكرة إنه إحنا نعمل حاجة زي كده في حديقة الحيوان يعني هل ممكن نفضي بعض الحيوانات منها ونقلها للحديقة الأخرى ولا ده حيثم تكلفة مادية أعلى ننقل والله بس أنا عايز أقول لحضرتك الزائر يعني كل الناس أو المفهوم عايزين عايزين زرافة زي ما قلت الأستاذة مونة يعني عايزين زرافة طب إحنا عايزين زرافة هو فيه حيوانات بتبقى معروفة بنقول عليها اللي هي الزوستار أو النجوم الحديقة اللي هو دهك اللي عايز إيه عايز الأسد والأفد والفيل والزرافة وكده فبيبقى بنطلب جماهير زي ما هي بتقول طب ما هو إحنا يعني برضو هي لفت نظرنا لحاجة جميلة جدا بتقول إن الإعاشة والوسع والمكان هو فعلا عارفة حضرتك زمان بنقولها وبندي مثل دايماً لها إن الزمان الناس كانت ممكن تبقى عايشة في قطين وتبقى موسوطة لكن دلوقتي بقت فيه معايير أخرى للإعاشة برضو الحيوانات بنفس الطريقة بتتحط معايير دولية إنه ممكن الحيوان ده يعيش في نصف متر لكن ممكن يعيش في خمسين متر وسبعين متر وأكتر من كده ده على سبيل المثال فطبعاً كل ما المكان بيبقى فيه شيء من الراحة والسعة ومتوفر له المية والأكل والشلتر أو المكان الذي بيغطيه من الشمس ومن الهواء بيحتمي به وليه مكان يباد فيه وليه أسرة هي دي الخمس مقاومات لإعاشة الحيوان أستاذ الحديك ناخد تليفون آخر أستاذ دينا زم الفقار النشطة الحقوقية في مجال حقوق الحيوان البرية أهلاً بحضرتك أستاذ دينا أهلاً وسهلاً بيكم أنا مفسوطاً مع أنا دكتورة فضة فاصمة تمام أهلاً مش підتك وأنا عايزة أقول آخر ما حيكون فيّ طلاقي جامد لكن أنا من الناس لازم أقول الحقيقة الناس بتوعه حيوان إحنا مش عايزين حيوانات في الأثر خالص حضاءة الحيوان لها دور في صون النوع والتوعية بالحياة البرية فدايماً بيكون في خلاف لكن مع الخلاف دي في نوع الطلاقي بتكون هائلة وأنا بتكلم الحقيقة دكتورة فاطمة تمام أدغى أن هي يعني تستوعب يعني شوية عندنا عنف شوية بتوعه حقوق الحيوان لأن احنا عايزين حاجات كثيرة جيدة لكن كمان لازم نعرف أن احنا كلنا في دولة يعني أنا عادت كثير مع دكتورة فاطمة احنا في دولة لنا إمكانيات وعلى قد الإمكانيات بنتحرك ودكتورة فاطمة بتسمعنا قد كده واللي بتقدر تعمله حقيقي بيتعامل وفيه خطط كثيرة للتطوير وبعدين فيه عندنا مشكلة كبيرة جيداً الوعي الإعلام مشترك فيه المشكلة اللي إحنا فيها يعني أنا سمع دلوقتي الأستاذة مونة تكلمت على الزراف وكده وكلام مونة صح إنه مش ضروري يكون عندنا كله لكن كمان كلام دكتورة فاطمة صح التغط الإعلامي وأنا نفسي قد كده في القرائط لا وكمان الإعلام فين الزراف وفين الزراف كده هي جنينة من غير زراف وودته فين يعني حتى الإعلام يعني أنا أسفة جداً مش بيتعاون جنينة الجيزة ليها حاجة خاصة جداً إنها طبع أثري منفعش يتغير فيها كل حاجة ودكتورة فاطمة أقدر إن هي طبعاً ممكن تشرح وضوع ده إن مواضيع الخلاف مش كلها حاجة في قدين الإدارة لإن منفعش يتغير حاجة الجنينة القديمة دي اللي من وقت الخداوي بتلمس أقفاص هي تبقى اعتداء على التاريخ وتبقى كافة فأنا مش هتكلم في النقطة دي دكتورة فاطمة لا هتكلم لكن أنا بقول إن الحمد لله إن فيه إدارة قادرة تستوعبنا وقدرة تستوعب يعني إحنا أحياناً بنكون عندي ودركوا بقى مع الإعلام يعني موجودين يمكن إحنا قناتنا عشان لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بحضائق الحيوان لكن يعني بقيت القنوات لو حضراتكم تكونوا موجودين فيها وتوقعوا الجماهير لأنه محتاج الجماهير العادية هي اللي بتعمل ضغط برضو مع الإعلام وعلى الإعلام فعني ياريت نوعي الجماهير العادية بإندشئ طبيعي إن ما يكونش في زرافة بحقوق الحيوان بالرحمة بالحيوان لأن دي معاني مفتخدة والمنظمات لحقوق الإنسان موجودة لكن منظمات حقوق الحيوان دي مش كتير بيسمع عنها ومش كتير عارف إنها موجودة فبرضو يعني يسعدنا أن حريك تكوني موجودة على شاشة مصر الزراعية وعلى غيره من شاشات الإعلام بتوضيح وجهة نظركم أنا بشكر حضرينتك يا فندم أهلا بشكركم شكرا الأستاذة دينا زي الفقار شكرا جزيلا الأستاذ أحمد الشربيني الأستاذ مونة خليل الأستاذ دينا زي الفقار هما الحقيقة متعاونين جدا جدا معي جدا ما قدرش أنسى لما مثلا حصلت مشاكل التأخير اللي علي إنها توصل للحديقة مع الاعتصامات اللي كانت موجودة عندي إن الأستاذ أحمد الشربيني ببعلاقاته قدر يوصل مجموعة من الأغذية للحيوانات الأستاذ مونة خليل في المناسبات لما يكون فيه شيطة فيه حاجة هي والأستاذ دينا بيجيبوا لي البطاطين ويجيبوا لي حاجة الحيوانات للتدفئة يعني دي أول مرة إحنا نعرف يعني مثلا أنا إن فيه منظمات بتعمل في مجال رحمة بالحيوان بتتعاون مع جلد الحيوانات لا هما بيتعاونوا جدا معي هما صحيحة عادة بيبقوا قوي معي لكن ده حقهم لأنه هما بوجهة نظرهم غيرنا هما عايزين كمال يعني هما عايزين كمال وعايزين الرفقة بالحيوان وإحنا طبعا في بعض الناس بيعتبرون التدخل منهم في شغلنا لكن الحقيقة لما تطلقى الأفكار وهما ليون دور جميل قوي برضو في حتة الوعي البيئي أو الوعي بالحيوان أو الرفقة بالحيوان وده يمكن اللي أنا بطلبه من القناة هنا إن ليه ما نعملش مثلا حلقات عن إزاي نوعي الناس بالحيوانات وإزاي نراعيها وإزاي نتعامل فيها برفقة وإزاي ربنا وصنا عليها وإزاي حاجات كتير قوي في القرآن وإزاي في حديث الرسول إن القطة اللي واحدة دخلت فيها النار والكلب اللي ما الواحد سقاش رب مية يعني في حاجات كتير جدا في الدين بتحسن عن البيئة بتحسن على البيئة وعلى الحيوانات وإزاي ما نقطعش شجرة وإزاي نحافظ على طائر يعني حاجات كتيرة جدا لو إحنا عملناها حتى من خلال قرناة مصر الزراعية هتبقى حاجة أصطيفية للزواء يعني للعامة أو للناس عموما نعم معاك ونحاول نعمل حاجة نعم حاجة وعيسة يعني بس أنا عايزة برضو أتكلم مع حضرتك على التغذية يمكنك تكلمنا على الشؤون البيطارية وقلت حضرتك إن إمكانية توفر مستشفى وأجهزة تشخيص كاملة بشيء صعب لكن موجود أشياء معينة ممكن تساعد برضو الأغذية الأغذية هل هي مكلفة أكتر من الميزانية المتاحة بتعملوا إيه لشان تحسنوا جودة الريزاء علشان يكون طازة دايما ما يكونش بايت أو يكون فيها أنا أقول لحضرتك أنا الأغذية دا عندي موضوع كبير جدا في حضرتك حيواني الجيزة أقول بس عشان الناس اللي بتتكلم عن زيادة التذكرة أنا باخد التذكرة دي باخد منها 75% من قيمة التذكرة باخده بصرفه على الخدمات في الجنينة في الحضائق عموما يعني للتبعي اللي هما التسع جنين والأغذية الحيوانات ومرتبات العمال المؤقتين فطبعا أنا عندي بند كبير جدا والحقيقة عنيت معاناة شديدة جدا في فترة الشهرين اللي كانت الجنينة فيها مفيش زوار يعني أنا دايما نقول عن نفسي أنا شبك سينما جاني الفلوس أنا بقى فيه إراد فالحقيقة عنيت جدا من إن مفيش إراد الشهرين أو الشهر ونص اللي حصل فيهم الاعتصام فترة طويلة دي وأنا باعتمد عندي عندي بنود كدير جدا بتعتمد على الخمسة جنيه دي فطبعا قيمة الأغذية زادت جدا قيمتها وكلنا عارفين دا يعني كنا بنجيب الحاجة بكام وباقت بكام أنا عندي أغذية جافة بأكلها للحيوانات وعندي أغذية فرش طازة الأغذية الجافة بتغضع لقانون المنقصات والمزايدات وإن أنا لازم المفروض في خلال العام المالي يجيني كامل من الأغذية أملة بها المخازن بتاعتي بتمثلة بقى فول ودرع وعلف وحاجات زي كده وبتخش طبعا لتحاليل ويعني ما قدرش أقولك بتغضع لرقابة قد إيه بيننا وبين مركز البحوص الزراعية الشغل كبير قوي بالنسبة نيجي للجزء التاني هي أغذية الطازة زي ما كنت بشرح لحضرتك إن في صف حاجة شتة حاجة اللحوم اللي بتبحها أنا عندي مثلا لحم خيل بأكل أربعة يام في الأسبوع ولحم بلدي بيجيني من المخزر وفي طبيب بيشرف وبيجيني طبيب من مندرية الطب البطري بيجيزة بيشرف معايا فالهي بتخضع لرقابة كبيرة جدا قيمة المالية القد إيه دي ستة مليون ونص ستة مليون ونص جنيه بيحطهم في الأغذية بس لحقيقة حيوان الجيزة والحضائق الإقليمية اللي معايا كل ده بيعتمد على إيه؟ على الدخل فالدخل وبعدين طبعا الحاجة بتتزايد اللحمة اللي كنت بجيبها مثلا واتفر مثلا أو تمانحة تلاتين أربين جنيه دلوقتي بقى تمانحة كيام وأنا بعتمد على يومين في الأسبوع اللحمة طوزة من المجازر فوقيسي بقى على كل كده في كل المكونات فأنا الإيمة المالية عندي اللي بتفحها للأغذية بس بعد ما كنت أربعة مليون ولا خمسة مليون بقت ستة ونص المليون ده حاجة كتير قوي فطبعا محتاج لازل عشان ما أحملش الدولة أنت زائر جاي تتفسح إيه المشكلة أنك أنت تساهم معي في أن الجنينة طب وهي الإيرادات الشهرية تقريبا كام يعني في المتوسط في فنك؟ أنا أقول لحضرتك أنا بيجيني في المتوسط حوالي 2.8 مليون زائر في حجاقة حيوان الجيزة يعني نقول 3 مليون زائر إحنا دايما نقول في المتوسط 9000 زائر في اليوم طبعا ما بيحصلش فيه أيام بتبقى أقل بكتير وفيه أيام في الأعياد بتوصل لـ 100 ألف زي شام النسيم لكن أنا ما بقولت 3 مليون بقسمهم على الـ 360 حوالي 9000 زائر في اليوم حضرتك أن تستقبلي 9000 زائر ده رقم مش قليل زيدي عليهم بقى طبعا الأطفال ما بين سوائر لكن ده بيدخل دخل كويس يقدر يقدر يغطي المأكلات والخدمات البهترية وغيره نتكلم في ملايين في 5 جنيه دلوقتي يعني بنوصل مثلا لـ 10 مليون في الشهر أنا الميزانيتي 12 مليون الميزانية بتاعتي 12 مليون جنيه منهم 6 ونص بس أغذية حضرتك بقى أنا محتاجة سيانة محتاجة مرتبات عمال مؤقتين محتاجة ورش محتاجة شجرة وقت عايزة سلك أصلحه عايزة دهنات عايزة مقاعد بتتصلح عايزة مصامير عايزة غطاء نباتي عايزة بزر عايزة أدوية وعايزة علاجات وعايزة تحصن كل ده من الفلوس اللي بيجيني من داخل الجنينة فأنا مضطرية طبعا أولا هو التارجد بتاع أن أنا أزود التذكرة هو لي كذا محور أولا هو طبعا الحاجة الأساسية في أن أنا أقل الأعداد الزوار يعني الزائر لما يجيني مرة في الشهر أفضل عندي ما يجيني مرتين لأنني طبعا بأخف من البطلوب مني أن أنا أعمله هو بيجي سوري بيوسخ المكان تنظيف وراء تنظيف وراء بفي عندي ستي ستي أنا وراء ممكن حد يعمل مشكلة لو دخل مثلا أنا فيه قصرها لو قعد على نبات دمره فأنا محتاجة بعد لما يجيني خمسة أفضل ما يجيني عشرة فمش معنى كده أنا بقول الزوار ما يجوش لا أهلا واسلام طبعا هو هو ليهوا كمان ويحترموا المكان علشان هو هو ليهوا في النهائل فدي طبعا أنا عندي التارجة آه إن أنا أدود الدخل وأقل الأعداد ليه؟ كل خدق العالم كده هو دورها تصطيفي وطرفيهي مش جاي عشان أفترش الطرقات واحدة حاجة كمان أنا ليه عايز أقل الزوار يعني يعني بنسبة معينة ليه الحديقة أنشئت ألف تبنمية واحدة وتسعيم كان عدد زوار يعني عدد قاطني القاهرة والجيزة قد إيه أعتقد أنه ما كانوش وصلوا المليون حتى دلوقتي أنا عندي عشرين مليون في المحافظة وكلهم عايزين يزوروا الجنينة والطرقات بتاعت الحديقة نفسها صغيرة من لها تحتمل هذه الأعداد الكبيرة جدا فطبعا كل ما بيقل عندي أعداد الزوار مع زيادة الدخل فأنا كده بحقق عندي المطلوب بالنسبة للزياد معنا نتصل تاني من الأستاذة أمينة أبوزة رئيس الجماعية المصرية لحماية حقوق الحيوان أهلا بحضرتك يا أستاذة أمينة أيها أهلا مساء الكير مساء النور يا فندم أهلا بحضرتك يعني أنا سعيدة يعني كل شوية بنتلقى التصل كده من ناس بتشتغل في حماية حقوق الحيوان لأن عادة الإعلام والناس عمتا والجماهير بتعرف حق الإنسان لكن حقوق الحيوان ده برضو مفهوم جميل اللي نحن نضيفه للثقافة المصرية يعني دوركم إيه في التعاون في حفظ حقوق الحيوان في حديقة الحيوان بشكل خاص لأننا بنكلم عنها نهاردة بس أقول لحضرتك الأول أن حقوق الحيوان قبل ما تكون بس مصرية لأنه طبعا معروف الفراعنة تعامله إزاي مع الحيوان وفي الحساب وقت ما كان فيه الحساب كان بيقول لم ألوس النيل ولم أعذب حيوانا ده أولا ثانيا في حقوق الحيوان في الإسلام في أحاديث للرسول في ملايا قل عن أربعين حديث للرسول عن الرفق بالحيوان وفي آيات في القرآن واضحة عن الرفق بالحيوان وإنه هيحشر في يوم من الأيام لو عندك وقت أقول لكم الآية ما عندكوش تخش في الموضوع على طول في الآية اللي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض ولا طائر يصير بجنحيه إلا أمر أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون أنا مش عارفة لو المسؤولين عن الحديقة عارفين الموضوع ده ولا لأ لأن وعلي النسبة على رأيك دكتورة فاطمة هل فعل أنتم تتلق في الحيوان الأستاذة طبعا هي ست عظيمة وكيبتجلنا فعلا نجنينة بس بقالها فترة كبيرة أوي ما زارت ناش فهي ما تعرفش الحديقة دلوقتي فيها إيه يعني أو إيه اللي إحنا عاملينه الأستاذة دينة والأستاذة مونة خليل والأستاذة أحمد الشربيني التلاتة بيقولنا ويمكن هم يقالوا ووضحوا في كلامهم إيه اللي بيحصل في الجنينة دلوقتي الحقيقة هي بقالها كتير جدا مزارة ناش الأستاذة أمينة مع احترامي لها طبعا هي بتتكلم عن التصوير مع الحيوانات التصوير مع الحيوانات إحنا فيه عندنا حد بيصور وقت حق التصوير ب73 ألف جنيه في الشهر أي بما يعادر بيدخل للدولة 800 ألف جنيه التصوير هو طبعا عن قرب غير لما أصوروا الحيوان وأنا شايل الحيوان إحنا كان فعلا عندنا زمان كانت الناس اللي بتشير الحيوان أو زي الأسد الصغير أو تقف تخش عند الشمبانزي وتصور الحال هجيجي كلها إحنا لغيناها خلينا التصوير عن قرب أو جنبه أو الحيوان جنبه لأنه هو اللي خد الحق التصوير وبيدخل للدولة 800 ألف جنيه كل سنة من حق أنه يبقى فيه التقاص صور مع الحيوان هل ده بيعطل تخدير الحيوان لا عندنا ما فيش حاجة ذاتي ما هو ده الرد الأول موضوع البيئة والتجارة الحقيقة حديقة الحيوان في ملقة عاملة طريق صحراوي وغير أه ده جزء خاص بالحياء البرية هي طبعا تحت الإدارة عندنا برضو لكن التجارة الحيوانات البرية لأن إحنا بننمفروض نتعاون مع شرطة المسطحات والبيئة هي بتتعاون معنا لما بنعرف أن فيه زبطية أو فيه أن حد مخالف للقانون بينزلوا معنا وبنقدر نمسك الحيوانات دي ونصدرها وحاجة حيوان الجيزة هي المكان الحكومي المسموح بأننا نحط فيه المصادرات دي الأسف شديد كلنا والأساس الأمينة طبعا قدرة أن السنتين ونص اللي فاتوا كانت الشرطة في اتجاه خالص وإحنا كنا في اتجاه مش معقولة أنا حنزل أعرض طبيب عندي ينزل في طريق مصر اسكندرية اسكندرية الصحراوي عشان يمسك أسد عشان يطلقوا عليه يضربوا أو يضربوا الطبيب وحصلت عندي في طريق مصر اسكندرية الصحراوي طلقت لجنة وطلقت ودروا وراهم نار لكن الحيوانات بتسرق يبقى الحيوانات بتسرق الحيوانات بتؤجر لا تؤجر لمين يعني أنا بس هي تقول تؤجر لمين أولا موضوع الدبب اللي هي كمان بتكلم فيه ده هو الدبب هو موضوع حصل كان فجأة وفجينا بي إن حصلوا كلهم في وقت واحد وعلى فكرة ما زالت التحقيقات شغالة وإحنا اللي بعتنا أنا كإدارة مركزية مع سيادة اللي هو أسامة سليم رئيس الهيئة العامة لخدمات البيطرية إحنا اللي طلبنا تشكيل لجنة من جامعة القاهرة وجامعة قناة السويس والدكتور أسامة ودينا الموضوع للنيابة لأن إحنا كنا عايزين نعرف إيه السبب إحنا على فكرة دايما بقول مقولة عندي أنا بشتغل في الشارع بمعنى إن أي حد في الجنينة بيمشي في الجنينة هو شايف كل حاجة بتحصل أنا ما عنديش حاجة خبيها مكشوفة يعني كل مكشوفة يعني فما ينفعش يعني دي حاجة كالطريقة أو ظاهرة جديدة بحتاجة لدراسة أو مرغم ما حصلت عندنا أنا اللي تبقى لدراسة كانوا تلاتة كانوا تلاتة استوردناهم من أمريكا سنة 96 والتلاتة تكافروا لغا ما بقوا ماشرة نقلنا منهم إسكندرية تنين وتبقى تمانية وفجأة كانت دخل تعيد وأعياد الإخوة المسيحيين وشم ينسيم وفجئنا باللي بيحصل ده إنه هم الخناء ماتوا ضربوا يعني وتفره هو إلي حصل إحنا في لجنة جات ولجنة من الأساذة وكلهم راجعوا معنا الموضوع ما ينفعش نوقع اتهامات جزافة إحنا ناس بقلنا سنوات المكان بنحبه كون المكان هي بتقول دي أو السودس أيوة هي مبنية من سنة 1891 على النظام الأقفاص لازم تبقى بنفتح بنحاول نفتح أفص لأفص بنحاول نوسع زي ما بيطلبوا مننا لكن عمري ما حقدر أغير في الجنينة لأن الجنينة كمان بقت أثر الجنينة دلوقتي اصدرت الأثار انضمت للأثار من سنة 2010 فلا أنا حقدر أغير في الستايل بتاعها ولا ينفع أن أنا أقول عليها إنها مهملة آه هي مش زي حضاق حيوان العالم لأن هي مبنية عن نظام ده من 100 طب أنا كان نفسي أسأل حناك أسألة كتير أخصونا عن المتاحف وغيره لكن الوقت للأسف انتهى فلا بشكر حضرتك فاطمة وإن شاء الله يكون لنا لقاء آخر مع حضرتك ونتكلم عن ثقافتنا احنا في التعاون مع الحيوان والزقارين كمان عليهم واجب إلى جانب الواجبات الملقاة على عاطق حضراتكم بشكر الدكتورة فاطمة تمام رئيس الإنسان المركزية لحضائق الحيوان شكرا جزيلا حضرتك شكرا لكم